السلام عليكم متابعي دراما سبورت اليوم حابب نغير شوي ونحكي بشوي التفاصيل عن أفضل إداعش لاعب بكل مركز لمنتخب العرب يعني نغير شوي أخبار الكرة السورية ونحكي بالتفاصيل أخرى بحديث آخر واليوم كمان عم بنصور بره مثل المشايفين ريسما عجبتني هاي ريسما ريسما نخلص من الستوديو الجديد لأنه الستوديو القديم انتهى تشكيلة منتخب العرب لعام 2019 أصعب مركز بوجهة نظري الشخصية هي مركز حراسة المرمى للأمانة يا شباب قبل كانت الأمور سهلة جدا بخصوص أفضل حارس بالنسبة للمنتخبات العربية كنا بنحط عصام الحضري وبنريح راسنا لكن بالوقت الحالي بعد اعتزال عصام الحضري فالأمور صعبة وأغلب الحراس العرب أداء متفاوت من سنة لأخرى لكن من وجهة نظري الشخصية بظن أفضل حارس بالوقت الحالي كحارس عربي حارس نادي الاتفاق وحارس المنتخب الجزائري رايس مبولحي بقلبي الدفاع راح أختار لاعب منتخب الجزائر ونادي ريال بيتيس عيسى مندي وكمان معه راح أختار بسام الراوي لاعب نادي الدحيل القطري وأكيد منتخب قطر لأسباب واضحة بالنسبة لاختيار عيسى مندي كونه حقق بطولة الأمم الأفريقية مع المنتخب الجزائري وأداءه ثابت جدا مع نادي ريال بيتيس وبسام الراوي حقق بطولة كأس الأمم الآسيوية مع المنتخب القطري وكمان بيقدم أفضل أداء بالدوري القطري وبدوري أبطال آسيا مع نادي الدحيل بالنسبة لظهير اليسار فالأمور صعبة جدا كون في منافسة قوية بين ياسر الشهراني لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي وكمان ياسين بن سبعيني لاعب نادي منشنجلادبخ ومنتخب الجزائر وأكيد عبد الكريم حسن لاعب نادي السد ومنتخب قطر بالنسبة لي شخصيا كل هاللعاب الثلاثة بنفس المستوى وقدموا مستوى ممتاز سواء ببطولة الأمم الأفريقية ببطولة الأمم الآسيوية وأكيد يعني أنا رح أختار ياسر الشهراني كونه حقق مع نادي الهلال دوري أبطال آسيا وكمان حابب نوع بالتشكيلة يعني ما بدت تكون التشكيلة كلها من منتخب الجزائر أو منتخب قطر بخصوص ظهير اليمين فالأمور أسهل بالنسبة لي رح أختار أشرف حكيمي لاعب ممتاز لاعب نادي دورتموند وأكيد لاعب المنتخب المغربي لاعب ممتاز جدا سريع عرضيات يعني كظهير يمين بالنسبة لمنتخب العرب فالأمور سهلة جدا بخط الوسط الارتكاز رح أختار اللاعب الشاب صفاء هادي لاعب المنتخب العراقي كنوع من تغيير التشكيلة يعني ما بدنا مثل ما حكينا ما لازم تكون كل التشكيلة من منتخب الجزائر وقطر خلونا نشوف منتخب العرب بمجموعة من اللاعب المختلفين صفاء هادي لاعب شاب ممتاز جدا بخط الوسط الارتكاز وبظنه بيستحق مركز بمنتخب العرب معه مع صفاء هادي ممكن نحط فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك المصري ومنتخب تونس إذا بدنا نحكي عن فرجاني ساسي فقدم بطولة أمم أفريقية ممتازة مع المنتخب التونسي وصل للنصف نهائي وأكيد فاز مع نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية لذلك لاعب متمتكن لاعب مميز قدم مستوى رائع بال2019 بمركز خط الوسط الارتكاز في مجموعة كبيرة من اللاعبين الممتازين مثل إسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر طارق حامد لاعب المنتخب المصري لكن مثل ما حكينا نحن حابين ننوع بالتشكيلة أكتر من كون الأفضل يكون موجود بالتشكيلة أنا حابب أن نشوف من بقية الدول العربية كمان مجموعة كبيرة من اللاعبين بخط الوسط صانع العلعاب رح أختار حكيم زياش لاعب منتخب المغرب ولاعب نادي آياكس أمستردام قدم مستوى ممتاز بدوري أبطال أوروبا مع المنتخب مع نادي آياكس أمستردام فلذلك أنا شايف أنه بيستحق يكون بالتشكيلة الأساسية كلاعب صانع ألعاب بمنتخب العرب بالنسبة لجناح اليمين وجناح اليسار فما بدأ أي شرح يا شباب رح أختار كجناح يمين رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر وكجناح يسار رح أختار محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفر بول هاللاعبين بالذات يعني ما بدأ أي سبب للشرح يعني من أفضل اللعيب العرب خلال آخر عامين قدموا مستويات ثابتة مع نادي ليفر بول ومانشستر سيتي بالمقدمة وبخط الهجوم كلاعب رقم 9 رح أختار عمر السومة لا تقل لي عبد الرزاق حمد الله ولا بغداد بنجاح ولا أي لاعب تاني القناة السورية وأكيد رح نختار عمر السومة بطبيعة الحال كنوع من تنويع اللعب وأعاد عن ذلك فعمر السومة بيستحق يتواجد بمنتخب العرب بكل الأعوام دائما متألق دائما بيقدم مستوى ثابت إذن يا شباب هاي هي تشكيلتي المفضلة لأفضل إداعش لاعب بكل مركز بمنتخب العرب التعليقات مفتوحة يا شباب فيك تحط تشكيلتك المفضلة لأفضل إداعش لاعب عربي بعام 2019 بنهاية كل شخص قلو وجهة نظر شخصية أنا شايف أنه هالإداعش لاعب هن الأفضل كنوع من التنويع وكمان كمجموعة من اللاعبين اللي حققوا إنجازات خلال عام 2019 ومثل ما بنحكي دائما هيك آراء بتتحمل الصواب وبتتحمل الخطأ وبتتحمل كل شي فبتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة